أنتقل لآن مشاهدين إلى محور الحمدانية مراسل الحرة من هناك محمود فؤاد محمود مساء الخير إذن هناك معارك كبيرة تجري في هذا المحور باتت القوات ربما على أقرب نقطة منها من مدينة الموصل المزيد من التفاصيل محمود حول المعارك التي جرت اليوم هناك مساء الخير حيدر نعم العملية العسكرية الواسعة انطلقت فجر هذا اليوم ضمن قاطع مسؤوليات الفرقة التاسعة المدرعة بدأت هذه مع إسناد جوي من التحالف الدولي وأيضا من القوة الجوية العراقية كانت الساعات الأولى تمكنت هذه الفرقة وحدات الفرقة والآليات المدرعة من دحر الدفاعات الأولية والسواتر لتنظيم داعش وبالتالي دفعهم إلى مناطق أخرى في قرقوش تمكنت هذه الفرقة من تحرير الحي العسكري وأيضا الإسكان وأيضا تحرير المستشفى المركزي في الحمدانية وتحرير أيضا قائم مقام الحمدانية ورفع العلم على هذا القضاء المركز القضاء الحمدانية وصولا إلى منطقة القرقوش بعد ذلك تحولت نظام المعركة من أرض مفتوحة تستطيع الآليات المدرعة من التحرك بسلاسة وبمرونة في ملاحقة مسلح تنظيم داعش تحولت إلى حرب مدن وبالتالي توقفت هذه المعارك عند هذه النقطة وبحسب تصريحات القيادات الأمنية المشاركة هناك أكدوا أن الساعات المقبلة سوف تحسم وسوف يتم الإعلام بشكل رسمي وكامل عن تحرير قضاء الحمدانية بعد أن يتم إعطاء مهام أخرى إلى وحدات النخبة وهنا نتحدث عن جهاز مكافحة الإرهاب سوف يتدخل كونه لديه الخبرة في حرب المدن وحرب العصابات وملاحقة مسلحي تنظيم داعش لدفعهم إلى مناطق أخرى من قضاء الحمدانية بعد منطقة قرقوش تأتي منطقة الفاضلية وأيضا منطقة كوكاجيلي وهي تعتبر منفذين من الدخول إلى مدينة الموصل لم يبقى سوى أقل من 10 كيلومترات لدخول مدينة الموصل وكل هذه التحضيرات هي عمليات عسكرية تمهيدية تقوم بها قوات البيشمرقة والقوات المشتركة وأيضا الجهات الساندة ليكون هناك بعد ذلك عمليات الحسم في دخول مدينة الموصل توكل هذه المهمة بحسب قرار رئيس الوزراء القادر عن قوات المسلحة إلى الجيش والشرطة المحلية لاقتحام هذه المدينة يعني على ما يبدو هناك رغبة وقناعة للقيادات الأمنية والقوات التي أنيطت بها بمهام التحرك في عمليات الموصل بخلق طوق أمني يبدأ من لانا باتجاه بعشيقة وأيضا برطلة محمود بالإضافة إلى ما تتفضل به من معلومات حول سير المعارك في محور الحمدانية أنت أيضا قمت بإعداد تقرير خلينا نتابع سوية ونعود للمزيد إليك أرجوك أن تبقى معنا مشاهدين نتابع هذا التقرير لمراسل الحرة محمود فؤاد في عملية عسكرية مباغتة تمكنت وحدات الفرقة التاسعة التابعة للجيش العراقي من دخول قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل وصولا إلى مركز القضاء وقام مقامية الحمدانية في قرقوش وتحرير الحي العسكري والمستشفى العام بما أنها منطقة حيوية فالاستيلاء عليها وتحريرها من عصابات داعش قضاء الحمدانية؟ نعم أكيد هي ضربة لخاصرة داعش وقواته راح يضع ضع قطعات داعش أجود الهندسي باشر وبشكل سريع بعد دخول القوات بتطهير المناطق المحررة في قضاء الحمدانية من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة التي تركها تنظيم داعش بعد ما نطلع قطعاتنا عدنا يوجد باقي العبوات وباقي السيارات الفخخة زيان هاي كلها يتم تحريرها وبعدها يتبقى الناس بأمان وسيساند جهاز مكافحة الإرهاب الفرقة التاسعة في استكمال تحرير ما تبقى من قضاء الحمدانية خصوصا في الأجزاء الجنوبية التي ما تزال فيها بعض الجيوب المسلحة إذا عزمنا على أي منطقة إن شاء الله نحررها بالكامل الواجب أن نقتحام أي منطقة بها صعوبة فنقتحمها والحمد لله نحق انتصارات بها وفي حال استكمال تحرير كامل قضاء الحمدانية فإن ذلك سوف يعطي المجال بقية القطعات العراقية المشتركة وبحسب القهادات الأمنية في التحرك نحو المحاور الأخرى والتي تشكل مناطق سهلنينة وشمال مدينة الموصل من على مشارف قضاء الحمدانية محمود فؤاد الحرة محمود أعود إليك وتحدثت عن سير المعارك في التقرير وأيضا قبل التقرير هناك عشر كيلومترات فقط تفصل القوات العراقية عن مدينة الموصل لكن حتى نضع المشاهدين في الصورة ما الذي تبقى من الحمدانية بالضبط يعني هناك تقدم هناك وصول إلى مركز المدينة أو القضاء هناك رفع العلم في بعض الأماكن عندي دقيقة واحدة لو سمحت فضل محمود نعم جرى رفع العلم على قائم مقامية قضاء الحمدانية يعني القوات الآن هي على أهبة الاستعداد بانتظار ساعة الصفر بإسناد من جهاز مكافحة الإرهاب هذا بحسب تصراحة قيضات الأمنية يعني عند فجر هذا اليوم قد تبدأ العملية لتطهير كامل قضاء الحمدانية وصولا إلى منطقتين الباطلية ومنطقة كوكا جيلي والتي تعتبر كما ذكرت هي منفذة لمدينة الموصل بمسافة لا تكون أقل من عشر كيلومترات المنطقة الحمدانية لها خصوصية وأهمية ستراتيجية وجغرافية وحتى اجتماعية لدى لمدينة الموصل وفي عمليات تحرير مدينة الموصل هناك كما شاهدنا اليوم عند دخلنا عندنا مشارف قضاء الحمدانية التنظيم داعش يستخدم الخنادق وهذه الخنادق كانت بعمق عشرة أمتار وبطوابق عدة هذه الخنادق لا يستخدمها فقط في الهروب والفرار وإنما أيضا في الالتفاف على الوحدات العراقية واستهدافها وأيضا بعض الخنادق كانت متصلة ببعض الأبنية وبعض البيوت كي يتمكن مسلحي تنظيم داعش من الصعود على أسطح هذه الأبنية واستهداف القطعات العراقية بوسط القنص وأيضا استخدام بعض من الانتحارين والسيارات المفخخة حيدر أشكرك شكرا جزيلا كنت معي من محور الخازر شرق الموصل المراسل الحرة هناك محمود فؤاد